هي تحديات هيكلية حقيقة في هيكلية إدارة هذه المواني لا ننسى أن هذه المواني موكلة إلى القطاع الخاص أن يديرها وعندما يكون هناك في شراكة بين الحكومة وبين القطاع الخاص تكمن هناك إشكالية في هل تتحقق المصلحة العليا للاقتصاد من بعض هذه الاتفاقيات وإلا تكون هي تخدم المشغل أكثر من أنها تخدم القطاع الاقتصادي ككل أعتقد عندنا هذه الإشكالية في موانينا ولذلك لا بد من الوقوف عليها وإزالة الإشكال الهيكلية في هذه الاتفاقيات بحيث أنها تعطي حوافز للقطاعات الاقتصادية أنها تستفيد من هذه المرافق الضخمة التي أنفق عليها مليارات من الريالات وقدت لتكون محركات اقتصادية وليس لم توجد على أنها تكون مركز ربحية ففرق عندما يكون عندي مشروع يكون هدفي منه أن يكون مركز ربحية وبينما عندما يكون عندي مشروع أهدفي لأنه يكون محرك اقتصادي إلى الآن كمحرك اقتصادي هذه المواني لا تعمل بهذا المفهوم بشكل هل الفكر السائد الآن إنها فكرها ربحي؟ نعم لأنه تحكمها محكمة الربحية اليوم وبالتالي المشغل يحرص على الربح ولا يحرص على تحقيق الدور الأكبر كمحرك اقتصادي ولكن عندما يكون هناك حوكمة وعندما يكون هناك تنظيم لعملها يتم التوازن بين دورها كمحرك اقتصادي ودورها كمركز ربحية